موسيقى الحول للمهجنات الأصائل بشعارات أبناء القضائل التي انطلقت في هذا المسار نسير مع مقدمة الشرط ومع المركز الأول السيطرة من قبل راهية التي تتصدر المجموعة وتقود المشاركات هذه راهية مطر بن خلفان بن مطر بن كنة الشامسيهي في المركز الأول ومسيطرة على المقدمة بينما تليها الشاهينية في المركز الثاني سيف بن محمد بن سعيد الناصري على ثاني المراكز بينما تأتي في المركز الثالث وتندفع هنا الدرعية من تنطلق في هذه اللحظات سعيد بن سيل بن دليوي الاكتبي على المركز الثالث بينما المركز الرابع بنلقى فيه منصورة منصورة حمد بن سلطان بن درويش المنصوري على المركز الرابع وخامس المراكز خامس المراكز طيور تعود ملكيتها للدكتور سعيد بن سالم الشيخ اللي في المركز الخامس والسادس المراكز بنلقى الغزيلة في المركز في المركز السادس عفوا هناك تنطلق على سادس بالضبيع يا سلام هذه الأربع المراكز المراكز الأولى مشاهدينا العزاء واقترابنا من لوحة الكيلو متر الكيلو الأخير الكيلو الأخير انفردت الدرعية انفردت الدرعية بعدت المسافة انطلقت زادت من سرعتها في الكيلو المتر الأخير يا سلام يا سلام يا سلام هذه سعيد بن سهيل بن دليوي اللي يقدم الدرعية ولكن بن ثامر ما شاء الله معلن راية التهديد معلن راية الناموس هملولة محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري على ثاني المراكز الثنتين ولكن الدرعية مصرة على البقاء مصرة على نزع ناموس في هذا الشوت مصرة لتهدي مشاهدي العزاء مالك هالي هو سعيد بن سيل بن دليوي هذا الناموس في هذا الصباح الناموس الجميل هذه الدرعية مشاهدين متابعين الكرام تنطلق على مقدمة الشوت وتندفع بالمركز الأول وتسيطر على المقدمة بجدارة بدون أوامر أوامر خفيفة للقاية ولكن هي من طلقة ومن دفع بأداء رائع وجميل والأربعمية متر الأخيرة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الدرعية مشاهدي العزاء لتحمل سلاماتنا من المرموم في هذا الصباح لأهالي الهباب أسعد الله صباحكم بهذا الفوز بهذا الناموس وأسعد الله صباح سعيد بن سيل بن دليوي التهاني والناموس على فوز الدرعية لم ترى الأخيرة اللي يتصل فيها وتعلن عن ناموس والفوز في هذا الشوت هنيناء سعيد بسهيل بن دليوي على فوز الدرعية بالمركز الأول بينما المركز الثاني يتصل فيها ملولة محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري في ثاني المراكز والمركز الثالث هذه يتصل وتقرب من الوصول للغزيلة مطر بن محمد بالضبيع الاكتبية أما المركز الرابع تهتي في اللي هي منصورة حمد بن سلطان بن درويش هكذا مشاهدين العزاء نعود إلى التوقيت الزامني في مسهار هذا الشوت وهذه الدرعية على شاشة التلفزيون شاشة دبي ريسنج الحاضرة في هذا الانطلاق ثلاثة عشر دقيقة وست ثواني بالوفا والتمام تهنين سعيد بن سعيد بن دروي على فوز الدرعية بالمركز الاول بينما المركز الثاني وصلت فيها ملولة قطعت المسافة في ثلاثة عشر دقيقة وسبع ثواني ست اجزاء من الثانية تهنين اللي مالك هملولة محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري والمركز الثالث هكذا وصول المركز الثالث مشاهدين متابعين الكرام اللي قدمت كذلك هذا الانطلاق وهي الغزيلة قطعت المسافة في ثلاثة عشر دقيقة سابت عشر ثانية وجزء واحد من الثانية